بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي غلبت أركانا كل شيء وبعلمك الذي أحاطى بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا نور يا أول الأولين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتغرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاذع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشددت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبة اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب غهرك وجرت قدرتك لا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أن سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وأهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاي غلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروح دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلاي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعاي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي مطلات عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعالي وإساتي ودوام طفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي بربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي بمولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوا نفسي ولم أحترس فيه من تزييني عدوي فغرني بما أهوايا وأسعده على ذلك الغضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تغصيري وإسرافي على نفسي مؤتظرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مغرا مضعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعتين من رحمتك اللهم فقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب الرحيم ورقة جلدي وذقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف بالركاب يا إلهي والسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وأعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهاك أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أتنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك شاجدا وعلى ألسنين نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب طرفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشا وعلى جوارحا سعت إلى أوطاني تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مضعنا ما هكذا الظنبك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم وأنت تعلم ضعفيا قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروم قليل مكثوم يسير بغاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدة ويدهم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف به وأنا عبدك الضعيف الظليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي برب وسيدي ومولا لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب والشدة أم لطول البلاء ومدة فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهلي بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراغك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجعي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخ النام إليك أصراخ المستصرخين ولأبكي النام عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب غلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفة وذاق طعم عذابها بمعصية وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرة وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرغه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقل القلوب بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتغه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعظي بجاحديك وغضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناك قلت مبتدى وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنتهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته أنتهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيحين أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أضرته وكل سيئة أمرت بإثباتي الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرغيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خيرين أنزلتا أو إحسانين فضلتا أو برين نشرتا أو رزق بسط أو ذنب تغفره أو خطأ تشدره يا ربي 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 يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده نعصيتي يا عليما بضره ومسكنتي يا خبيرا بفغري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأشماك أن تجعل أوغاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك صرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي 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 قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في مياذين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأذنو منك أذنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأغربهم منزلة من وأخصهم زنفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وأعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجاك وغلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأغلي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدؤائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي الدعاي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجاي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وطاعته غناء ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعيم يا دافع النقيم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالمين لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا سلم يا میم أي مدينة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة